كفتاة في قرية ما في فرص عمل في القرى وأنا مخلصة بكلوريس تقريباً 12 سنة وللآن لم أحظى بأي فرصة عمل تم تفتاح الواحة تقريباً قبل شهر وأنا انضميت أنا ومجموعة نساء في نساء اختاروا الخياطة في نساء اختاروا رياضة الأطفال ومنهم نساء اللي أنا تبعت إليهم اللي هي مشروع الصيانة العامة إحنا اليوم تعلمنا كيف نقص البايبات بشكل دقيق 100% فكان إشي عظيم جداً ويعني بقى توقع أنه صار للمرأة والرجل مش مختصر على الرجل فقط الواحة أمنت إلنا بدل مواصلات بنيجي في كل سهولة أو بدون أي تأخير أنا مطمئنة على بنتي معي في الواحة هون هي بين أيدي متخصصة كمان إنه هنا في الواحة كونا صداقات كثيرة وكان في تعاون وتكافل بين السيدات المشتركات في هاي المشروع فكان هذا المشروع فرصة إلي إنه أساعد عيلتي في الوضع الاقتصادي حلمي إنه أنا والسيدات المعي نقوم في مشروع ريادي يدر علينا دخل مستدام وثابت وإنه نطور فكر المجتمع كإحنا فقرية نشتغل في إشي غير تقليدي بالنسبة للمرأة كأمور الصيان العامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر